النضج العسكري لجيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل في خيبر ذروة قوته وذروة قدرته على المناورات العسكرية لأنه قد اكتمل للمدينة إيلافها فإذا كان لقريش إيلافها الذي ذكرته صورة قريش في بدء التنزيل فقد أصبح للمدينة أيضا إيلافها التجاري لأن لديه الاحتحالفات لا يستطيع أحد من العرب الآن التعرض لقوافل المسلمين وللاعتداء عليه السلام عليكم ورحمة الله من القواعد التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه وغزواته أنه كان يفرق دوما بين العدوين إن التقيا كان لا يحب أن يقاتل أكثر من عدو واحد في مرحلة واحدة طبعا هذه القاعدة تنطبق على كثير من الأمثلة من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم حيد خيبر قبل أن يذهب إلى الحديبية فلما استقر الصلح مع قريش في الحديبية تفرغ الآن لخيبر بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم عاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة من العام السادس للهجرة آخر العام السادس للهجرة إلى المدينة المنورة بعدما وقع اتفاقية الحديبية لم يمكث إلا قليلا ربما عشرين يوم ربما شهر ثم واصل المسير مع الألف وأربعمائة من أصحابه إلى خيبر لماذا خيبر؟ نعم خيبر كانت أكثر مدن جزيرة العرب ثراء وغنن كانت تسمى ريف الحجاز وكانت مركز المال ومركز الصناعة ومركز التجارة وكانت على طريق التجاري الرئيسي الواصل بين يثرب ثم قديما من يثرب أو من المدينة المنورة إلى خيبر ثم صعودا باتجاه الشام كان هذا الطريق التجاري مهم جدا أيضا خيبر في مرحلة لاحقة تحولت إلى مركز أساسي للمعارضة لماذا؟ لأن القبائل اليهودية التي خاصة بني النظير الذين أخرجوا من المدينة المنورة استقر بهم المقام في خيبر وأصبحت خيبر نقطة جذب لكل الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل اليهود بالمقابل أيضا شارك بن النظير في الخندق وبالتالي كانوا أيضا جزء أساسي من الحلف الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب الآن هذه خيبر ليست مدينة عادية كانت مدينة حصون وكانت حصونها منيعة شديدة القوة عالية البناء والأسوار أحيانا تصل بين المنطقة والأخرى هذه المدينة كان فيها مجموعة من الأسوار وصلت حوالي تسعة من القلع الحصينة تنقسم إلى قسمين رئيسين القسم الأول كان فيه خمسة حصون يصل فيما بينها أيضا خنادق تحت الأرض وأنفاق وكان الناس يتنقلون بسهولة بمعنى أن التحدي العسكري في اقتحام مثل هذه التحصينات لم يكن يسيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظن أهل خيبر ممن تجمعوا فيها وكان يقال أن عددهم وصل عشرة ألاف في ذلك الوقت مقاتل أنه لن يجرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في أن يسيروا بالجيش إلى خيبر لأن خيبر حصينة وخيبر كل قلع من قلاعها فيها من الطعام ومن الماء ما يكفي فترة طويلة من الحصار قريش أيضا عندما بدأ مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فرحت ظن منها أن النبي لن ينجح في خيبر وأنه سينكسر عسكريا غطفان أيضا قالت يظن محمد أن خيبر مثل قريش يلتقي بهم ثم يجبرهم على الصلح إنما خيبر حصينة لا يستطيع محمد فتحها ولذلك خيبر أيضا كانت قاعدة أساسية للتجارة مع غطفان لأن غطفان كانت قبائل في الصحراء ولكن كانت تأتي إلى هذه الحاضرة المدنية المسمى خيبر لكي تبتاع وتشتري وتتبادل البضائع مع سكانها ومع تجارها فهي أيضا قريبة الصلة بغطفان وكانت علاقات خيبر مع غطفان وثيقة فكنانة ابن أبن الحقيق اللي هو زعيم بن النظير وهو الآن هو زعيم الخيبر عموما كان على علاقة وثيقة مع عيينة بن حصن زعيمه غطفان لما تجهت تجه جيش المسلمين طبعا خيبر بعيدة بحدود ثمانين ميلة عند المدينة منورة تحتاج خمسة أيام تقريبا للجيش أو ستة أيام حتى يصل إليها في هذه الأثناء وصل الخبر إلى خيبر بدأت اتصالات خيبر بغطفان من أجل الحماية فذهب كنانة ابن أبن الحقيق إلى عيينة وطلب منه أن يأتي عيينة بجيشه من غطفان لكي يحمي خيبر مقابل أن يعطيه نصف تمر خيبر لذلك العام طبعا هنا هذه العادة الغطفان كانت قبيلة من المرتزقاء كانوا يطلبون الغنيمة فإذا جاءتهم الغنيمة على شكل تمر فهم سوف يأخذونها كما كان أملهم عندما انضموا إلى قريش في معركة الأحزاب ولكن طبعا لم يحدث ذلك لهم لكن طمع عيينة أن هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يفتح خيبر لحصانتها فذهب بجيش من غطفان واقترب من خيبر وأقام في حصن من حصونه يسمى حصن ناعم أقامت غطفانه في حصن ناعم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حدود خيبر كما قلنا خيبر مجموعة من الكتلتين أساسيتين ومجموعة من الحصون المنيعة وكانت هذه كل كتلة منها وحدة عسكرية متماسكة وواحدة لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن الأول أو من الشق الأول من الخيبر كان هناك حصن منيع جدا اسمه حصن النطاة حصن النطاة هذا كان فيه مجموعة من المقاتلين يقدر بخمسمائة ولكن الأهم من ذلك أنها كانت مخزن الطعام وكان فيها عدة الحرب ما هي عدة الحرب؟ عدة الحرب فيما يتعلق بالقلاع ليست السيوف والرماح فقط والنبال ولكن أيضا المنجنيق والدبابة ما المنجنيق؟ المنجنيق هو مثل المدفع عمليا كانت توضع فيه الحجارة وتقذف من بعيد فتسقط داخل الحصن فكان فيها المنجنيق أو مجموعة اثنين عدد اثنين من المنجنيقات داخل الحصن هذا وكان فيها الدبابة والدبابة مثل الدبابة اللي بنعرفها اليوم لكن في ذلك الوقت هي كانت عبارة عن مركبة مضللة من الجلود الحصينة يجلس من تحتها المقاتلين ثم ينقضوا على الأبواب وعلى الجدران ويحاولوا أن يحفروا في هذه الجدران وكانت هذه الدبابة لأن لديها هذا الجدار السميك من الجلد تمنع النبال من أن تقع على الجلود ولذلك كانت تعتبر حصينة من أجل أن تخترق الأبواب أو أن تخترق الجدران النطاع هذا الحصن النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال الاستخبارات النبوية أن في هذا الحصن هذه الأسلحة وهذه قصة موجودة في كتب السيرة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تتبع بعض الساكنين في حصن النطاع واستجوابهم فحاصرها النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام حتى فتحت فلما فتحت استخرج منها الدبابات واستخرج منها المنجنيق ونصبها على بقية الحصون وبدأت عملية فتح الحصون الأخرى الفتح خيبر لم يكن يسيرا لأن القتال في الصحراء وجها لوجه هذا ما يحسنه العرب وما تعلمه المقاتلون الأشداء من جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم مع الأعراب أو غزواتهم ضد القريش أو في قتالهم مع قبائل الساحل لكن فكرة الحصون هذه لم تكن سهلة ولذلك احتاجت إلى وقت وإلى تدريب في مكان الإقامة وطريقة الهجوم واحتاجت إلى عملية عسكرية معقدة ليست هجومية فحسب وإنما في بعض الأحيان استخباراتية وفي بعض الأحيان محاولة شراء ولاءات في داخل هذه الحصون على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيين بن حصن الذي كان في داخل حصن ناعم وهو زعيم وطفان كما قدمنا أرسل إليه أنك إن خرجت من الحصن وذهبت سوف نعطيك نصف ثمار خيبر نحن سنفتح خيبر وسنعطيك نصف ثمارها نفس العرض اللي عرضوا عليه في المدينة عندما كان مشاركا في معركة الأحزاب لكن عيين بن حصن لم يكن متحمسا لقبول مثل هذا العرض ففعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر الذي حدث أن الرواية تقول أن غطفان بدأت تسمعهم في داخل الحصن مناد يصيح أدركوا أهلكم أدركوا أبناءكم أدركوا من وراءكم فلقد غزوا يعني بدأوا يسمحوا أعتقد أن إشاعة مصدرها بعض المسلمين بدأت تنتشر بأن أهليهم أي القبائل هذه طبعا كانوا مضاربهم خارج خيبر لكن ليست بعيدة كثيرا أنه قد تم غزوها فاضطرب ضغطفان وقرروا أن يخرجوا من حصن ناعم وأن يذهبوا لإنقاذ من تبقى من ذراريهم وفي الحقيقة أنهم عندما ذهبوا فعلا لم يجدوا أحدا قد هجم فعرفوا أنهم قد خدعوا وبالتالي انحصر خطرهم عن المشاركة في معركة خيبر فبقي فقط في خيبر سكانها الأصليين من اليهود اللي هم سكان خيبر زائد بني النظير إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصن النطاع بدأ ينتقل من حصن إلى آخر ويحاصرها حتى فتحت الحصون الخمسة الرئيسية في الشق الأول من خيبر ثم حاصر الشق الثاني من خيبر الذي كان فيه قيادة خيبر كان فيه كنانة ابن أبل حقيق وعدد آخر من قيادات خيبر وبدأ التفاوض على الاستسلام حتى استسلم سكان خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل مجموعة من الشروط أولا أن يعطى المسلمون كافة ما في خيبر من الأموال ومن الذهب ومن الفضة ومن كل ما يخزن من هذه الأموال وأن يبقى للناس ذراريهم وأموالهم التي هي عليهم البستهم والأشياء الرئيسية التي معهم ثم من بعد ذلك أيضا تم الاتفاق بينهم وبين نبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر وأن يقوموا بفلاحة أرضها خيبر كان لديها مزارع من التمر وبساتين في غاية الأهمية وكان إنتاجها غسير وهؤلاء قوم متمرسون في صنعة الفلاحة والزراعة فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيموا في خيبر الأرض له لأنه فتحت عنوى لكن يقيموا فيها فيفلحوها ويكونوا نصف ثمرها لهم والنصف الآخر للمسلمين وهكذا فتحت خيبر وهكذا استقر أمرها طبعا الشيء المهم جدا في موضوع خيبر استراتيجيا أن هذه المعركة بتفاصيلها المعقدة والكثيرة كانت في الحقيقة قمة المناورة العسكرية كما كانت الحديبية قمة المناورة السياسية كانت خيبر قمة المناورة العسكرية استخدمت فيها كل أدوات الحرب لأول مرة يستخدم المسلمون فيها المنجنيق ويستخدمون الدبابة ويستخدمون تسلق وحتى حفر الأنفاق ويقاتلون حربا عسكرية واستخباراتية في نفس اللحظة ويفرقون ما بين غطفان وخيبر فالمناورات العسكرية فيها قد اكتملت النضج العسكري لجيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل في خيبر ذروة قوته وذروة قدرته على المناورات العسكرية فبالتالي لم يعد أمام قبائل العرب الأخرى شيء لكي تستند عليه مؤملة أن يهزم محمد صلى الله عليه وسلم ها هو قد انتصر سياسيا في الحديدية ووثق أمره باتفاقية تعطيه الحق في الوجود ككيان قائم بذاته وهو قد أيضا انتصر عسكريا واستخباراتيا في خيبر وأطاح بالمدينة التي ظن أهل الجزيرة أنها لن تفتح لحصانتها ولمناعتها وقوتها ثم ثالثا أنه قد استغنى من أموال خيبر ومن عوائدها وكانت كثيرة جدا مالا كثيرا وغنائم كثيرة ستفيد في إعادة بناء تحصينات وبناء جيش للمسلمين أقوى مما كان عليه السابق وإدخال المسلمين في دائرة التنافس التجاري في داخل جزيرة العرب إذن هناك انتصار سياسي وهناك انتصار عسكري واستخباراتي وهناك انتصار اقتصادي كلها في ضرط ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقط هذه الأربعة أشهر هي التي أسست من الآن وصاعدا لهيبة المسلمين سياسيا وللضج كيانهم الذي سينفتح بعد ذلك على قبائل العرب كافة ويبدأ له قصب السبق في كل شيء من الآن وصاعدا النبي صلى الله عليه وسلم سيحدد موازين الفعل العسكري والحروب القادمة هو التي يقرر أين ومتى وكيف تكون من الآن وصاعدا يحدد التحالفات وكيف تكون ومع من تكون من الآن وصاعدا يبدأ ببناء الأسواق في داخل مدينة المنورة ويستقطب التجارة لأنه قد اكتمل للمدينة إيلافها فإذا كان لقريش إيلافها الذي ذكرته سورة قريش في بدء التنزيل فقد أصبح للمدينة أيضا إيلافها التجاري لأن لديه التحالفات لا يستطيع أحد من العرب الآن التعرض لقوافل المسلمين والاعتداء عليهم ستسير قوافل المسلمين من الآن وصاعدا من أسواق المدينة ومن أسواق خيبر ومن أسواق الساحل الساحل صعودا نحو الشام ونحو العراق لا يقف دونها حائل لقوة المسلمين السياسية ولقدرتهم على حماية نفوذهم ولد إيلاف المدينة ولدت دولة المدينة وولدت سمعة المدينة القوية أختم بالقول أذكر أن الذي حدث في الشق الأول من قبل الخندق ومن بعد الخندق ليس إلا إنعكاسا للهدي الرباني لنبي الله سبحانه وتعالى الذي ذكر في سورة قريش الله سبحانه وتعالى في سورة قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف فما الذي حدث الشق الأول لفت الله سبحانه وتعالى إلى أن قوة قريش تكمن في أمرين اثنين الإيلاف التجاري ورحلة الشتاء والصيف هذا الشق الأول القوى الاقتصادية الشق الثاني البيت وما للبيت من رمزية وما لقريش من سؤدد بسبب البيت قبل الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استهدف الشق الأول من عناصر قوة قريش وهي التجارة فمنع طرق التجارة باتجاه الشام وباتجاه العراق وما بعد الخندق من خلال الحديبية استهدف ووظف الشق الثاني من عناصر قوة قريش وهو البيت فذهب معتمرا وأجبر قريش على توقيع اتفاقية الهدنة بينه وبين مكة إذن صورة قريش على قصرها حددت توجيها استراتيجيا فهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم العنصرين الرئيسين لقوة قريش فواجه الأول واستخدم الثاني وكانت النتيجة باهرة في أن دانت له من بعد ذلك جزيرة العربي ودان له من بعد ذلك الأمر حتى أصبح سيد الجزيرة من دون منازع سوف نرى في الأيام القادمة وفي الحلقات القادمة كيف أن قريش ستقدم الذريعة النهائية للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يدخل مكة فاتحا من غير قتال ولكي يقيم فيها ومنها انطلاقة غير معهودة لا في العلاقات الدولية ولا في الاستراتيجيات السياسية ولكي يكون بدء العهد الجديد بدء عهد من غير دم وانتصارا عالميا كبيرا سيدوي في الآفاق بعد عقدين فقط من الزمن والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة